أهلا بيك ست النائب ربما عدد كبير جدا من التوقعات أو الناس بتعول على الحوار الوطني في عدد كبير من الحاجات مظلات الحمال الاجتماعية المصرية كتيرة جدا سواء الأشياء أو المنحة اللي بيقدمها الرئيس في أوقات الأزمات الاقتصادية حياة كريمة عدد كبير من المظلات المختلفة نقشته إيه بقى في الجلسة الخاصة بالحمال الاجتماعية إزاي نطورها؟ إزاي يعني تبقى ثبتة في ما يعرف بدولاب الدولة المصرية هو الحقيقة أن الحوار الوطني كان يمكن أكتر اللي بيميزه هو تنوع القراءة يعني جميع الأطياف كانت مشاركة جميع الأفكار كانت مشاركة الكل مجمع أن احنا في ظروف اقتصادية صعبة وأن الحماية المجتمعية جزء مهم جدا من الموازنة العامة للدولة ومن المبادرات اللي بتقوم بها الدولة ومن بناء الإنسان المصري أيضا بالزبط كده المثلث اكتمل بأن احنا المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ده اسمه مثلث التنمية دلوقتي اكتملت المشاركة بتاعته لما الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2022 أطلق عام المجتمع المدني فهنا حصل ترابط وتكاتف بين المجتمع المدني والجامعات الأهلية سبقها بسنة قانون الجامعات الأهلية لتعدل فأصبحوا أن هم قادرين يمارسوا عملهم بطريقة أحسن الكلام وتنوع الأراءة دلوقتي بيقول أن احنا على قد ما احنا مهتمين أن احنا نزود الدعم للمجتمع وخصوصا الطبقات اللي اتضغطت أكتر من الأزمات الاقتصادية لكن كمان احنا لازم نشتغل على تفعيل من احنا نوجد لهم فرص العمل أو آليات الحياة اللي تخليهم يتخرجوا من تحت هذه الحماية الاجتماعية يعني الهدف ما يبقاش الحماية الاجتماعية لكن الهدف هو الدعم لحين أن أنت توجد له أسلوب حياة خليه يقدر يستمر ما يبضلش طول عمره وعيش تحت مظلة الحماية الاجتماعية علمني كيف أصطاد ولا تعلمه ولا تعطيني سمكة وعلمني كيف بالزبط كده ده كان أحد المحاور المهمة جدا في النقاش لأن مع الوقت ما ينفعش يتحول الحماية الاجتماعية أو الدعم اللي هو الهدف لا هو بأداة أن نحن نوصل لكده نوعب الأفكار والمقترحات في هذا الأمر